بحريك ذكرت يا دكتور أنه التغذية السليمة بتبدأ من وقت ما الجنين بقى في بطن الأم خلينا نتكلم بقى خطوة خطوة إيه للأم المفروض تاكله عشان تغذي طفلها من أول ما هو بقى جنين ما هو جنين بيتغذى عن طريق المشيمة يعني كل التغذية بتاعته بتيجي عن طريق الدم لأن هي ما في عندهش لسه هضم ولا لي حاجة هي لازم تاخد كل التغذية بتاعتها السليمة من بروتينات من فكهة من خضار من كل الكربوهايدريت من كل حاجة بس تبقى واخد بالها أنها ما تكلش حاجات بتزود الوزن من نسبة كبيرة هي كل اللي هي محتاجة في الزيادة في الوزن من 11 إلى 13 كيلو في طول فترة الحمل فما تجيش تقول أنا باكل لتنين أنا باكل لتنين فتقوم بتزود الكالوري الزيادة أبو سلاقي الأم دي بدلا ما تزيد 13 كيلو تزيد 30 كيلو تدخل لنا بقى في مشاكل تسمم الحمل أو تدخل لنا في مشاكل السمنة أو تدخل في سكر الحمل الحاجات بقى اللي احنا مش عايزينها دي اللي نضطر نعالجها بعد كده طب ايه دي ممنوعات؟ ايه للحاجات اللي بترفع الوزن قوي كده؟ الكالوريز احنا بناخد السعرات بتاعتنا من الدهون ومن الكربوهادريز فانتي ايه الحاجة اللي بتزود وزنك قوي وملهاش إيمة في التكذية قوي؟ السكر والدهون فدي تعمل لها ترشيد جامد هي تاخد الكالوريز بتاعتها كلها من الكربوهادريز وتحاول بقى انها ما تاخدش غير كفايتها بس اللي هي محتاجاها بس هي والبي بي بتاعتها هي بتاكل لوحدها وبعد كده الاكل بيروح عن طريق الدم للجنين فمش لازم تقعد تاكل زيادة عن طاقتها وتقولها لا بأكل أنا واللي في بطني لا هي بتاكل نفسها والطفل بيروح له من بس بتزيد شوية يعني احنا مثلا لو هي محتاجة مثلا 800 ميلي جرام من الكالسيم بتحتاج في الرضاعة مثلا أو في الحامل 1200 مثلا يعني بتحتاج الحاجات اللي البي بي محتاجها عشان تكوين العظم بتاعه تكوين العضلات تكوين القلب تكوين المخ بتبقى محتاجة زيادة شوية من الحاجات دي طب هل اسلوب التغذية بيتغير في الشهر الاول مثلا عن الشهر التاسع ولا لا احنا بنتكلم ان الام تفضل بتاكل اكل صحي وسليم تبعد عن الدهون تبعد عن السكريات طول فترة 9 شهور الحمل بالزبط وبعدين في حاجات مهمة جدا لتكوين مثلا الجهاز العصر نهتم بانها تاكل اسماك تاكل منتجات بحرية بالزات في فترة الحمل كلها بس بالزات في الثلاث شهور الاولانين دي بتأثر كويس قوي على المنتاليتي على الزكاء بتاع البيبي لو اهملت وخصوصا ان فيه ستات كتير قوي بتبقى عايزة ترجع كتير ومبتاكلش كتير فتلاقيها في الثلاث شهور الاولانين دي تغذية بتاعتها وحشة قوي بعد كده تبتدي تعاني الثلاث شهور الاخرانين الكالوريس تقل قوي على قد ما تقدر بالزات لو هي زادت في الوزن لان في الثلاث شهور الاخرانين تقريبا كل حاجة كونت حاجات بقى بسيطة لفضلة فهي مش محتاجة كمية السعرات دي كلها اللي هي بتاخدها